أمل جديد كل يوم الأمل هو العنوان الأبرز لهذه السيدة التي ولمدة خمس سنوات عانت من سن اليأس لكن الإرادة القوية لها وللأسرة ثم الإدارة الطبية الناجحة من خلال تشخيص ومتابعة جعلت أمر الحملة والولاذة حلما قابلا للتحقيق من بعد أن أكونت فقدة الآمل ولكن من بعد العلاج رجع في الآمل وده بقى أنا حاملة إن شاء الله ده بقى نولد كان قول العيالات بلأنهم ما يفقدوش الآمل باقي الخير عند الله طوائع كبير عند الله كبير الأمل موجود وإنسان يتبعه ما يكون غير الخير إن شاء الله كل شيء عند الله قريب هو صوت الحياة فترة الله في الخلق هو المولود الجديد الذي يرسل الإشارات الإيجابية ويزرع الأمل لدى مجموعتنا من الأسر التي سئمت من الانتظار هذا العمل كان عملا طبيا فريدا من نوعه لهذه السيدة التي تبلغ من السن 42 سنة وانقطع عنها الثلاث سنوات لأنه طبعا هرمون الـ FSH كان مرتفع لـ 24 وبالتالي كان خز المبيض منخفض لـ LIMH 0.06 بعد استفادتها من تقنية حق البلازما في المبيض وتتبع الحديث وبعدها تنشيط المبيض والتلقيح الداخلي أنجبت هذا اليوم مولودا في صحة جيدة التقنية تعمل على استفاقة البويضات من سباتها أو من نومها وبالتالي استرجاع وظيفة المبيض نحن في المؤتمرات المغربية الطبية نتحدث عن نتائجها التي هي طبعا محدودة وهذه التقنية تحتاج إلى عمل وفريق طبي متكون من طبيب الإنجاب مدعوم بطبيب الجراحة والمختبر تصلح للسيدات التي تعاني من سنة اليأس في السنوات الأول أو الربع الأول التي تعاني من سنة اليأس المبكر وكذلك التي تعاني من مخزون المبيض المنخفض حلم الكثير الذي طال انتظاره هو واقع معاش لكن الرسالة اليوم إنسانية علمية مفادها أنه عندما يلتقي التطور الطبي والتشبت الأسري ببسيس من الأمل يتحقق المرهب ويدرك ما طال انتظاره